برنامج الأسوأ في رمضان الموسم الرابع مع أكرم نيجي البرنامج ده برعاية أنجل فيلمس روحوا اشتركوا عشان في حاجات كتير جمدة هناك وصير كتابها في قناة اليوتيوب اللي رابط على مئة ألف والكلام ده كله نخش في المسلسلات على طول يلا نعمل أفوكاتو مسلسل ناجح جدا مسلسل في مميزات كتير جدا ولكن برضو في حاجات لازم أتكلم عليها يعني عشان برضو نكون صرحة وعشان الدنيا تكون واضحة لأي حد بيشوفني سواء فنان سواء من الناس اللي بتتفرج على المسلسل سواء بقى من فريق العمل كل الاحترام لكل الناس وكل الناس عارفة أن أنا بتكلم هنا بكل صراحة مسلسل فيه مميزات كتير طبعا بس فيه ناس برضو بتقول أنه من بعد عودة مية عمر بعدما طلعت من الطراب والكلام ده كله الأحداث ابتدت تبقى بطيئة شوية بقى فيه لها منطقية كتير وأنا لا مع ده ولا ضد ده أنا مش مع ده لأنه المسلسل ما بعلكش أنه هو هتطلع منه برسالة لا هو مسلسل انترتيمنت بحت مسلسل طرفيه أنت عايز تتفرج على حاجة تتأثر بيها تنبسط تتفاعل مع الشخصيات وده اللي عمله عشان نكون صراحة الأداء أفضل أداء شوفتوا ما عمر في المسلسلات الأخيرة اللي هي عملتها ده أفضل أداء من وجهة نظري فيه تحولات فيه حاجات كتير حلوة فيه حاجات كتير مختلفة أحمد زاهر طبعا تحديدا كمان في الحلقات الأخيرة والحلقة الأخيرة هنتكلم عنها بشكل كده مفصل أرواجودة عملت دور جميل ودور مختلف أنا لا هكلمكم أنه نعم راح تقالت لخت محمد أنه محمد تقتل وأنه ده ما فيش منطق أنه يعني واحدة أخوها تقتل وتكتم السر يعني ده ما فيش منطق في ده مش هتكلم في ده خالص أنا موافق وعلى فكرة نوعية الفورمة بتاعة محمد زاهي محمد زاهي مخرج شاطر أول وبيعرف يجذب الجمهور وبحس إنه نوعية الشغل اللي بيعملوا بعض منه قريب من الدراما الهندي وعلى فكرة مش حاجة وحشة أنا اشتغلت في قناة زي أكتر من خمس سنين كنت بشتغل بعمل تريلرز للمسلسلات كلها بتاعتهم فحتى لو تاخدوا بالكم مثلا لما حد يقول كلمة يروح جايب رأكشنات الناس كلها كلوزات ده شغله شفته أكتر في الدراما الهندية والدراما الهندية إحنا مرتبطين بها قوي كمصر والمناطق الشعبية تحديدا تتفاعل قوي نشوفت ده بعيني إنه يحب التفاصيل والأحداث والصعبانيات فمحمد سامي بارع في ده فيه بس حاجتين بالنسبة لي استوقفت عندهم وبكل احترام وبصراحة أول حاجة الكوميديا في المسلسل يعني ما كانش لازم إن هي يكون فيه إفهات كتير لأنه الـ situation comedy كوميديا الموقف ما كانتش موجودة المسلسل ده ما فيهوش كوميديا موقف خلص المسلسل ده عبارة عن إفهات والإفهات نوعا ما بتكون صعبة يعني يتنجح يتنجحش يتضرب يتنجحش يتضرب كوميديا الموقف نوعا ما ممكن إيه يعني يكون فيه balance ممكن حاجة تضرب حاجة لا بالنسبة لي الكوميديا اللي في المسلسل نعمل أفوكياتنا شايفها مش موفقة ما كانش ليها لزوم أولا أنني كنت بحب قوي تفاصيل ومشاهد معي عمر واحمد زاهر وكل الممثل وتحديدا معي عمر الحاجات أو التفاصيل بتاعة المشاهد الدرامية أنا دي كنت بستنيها لأنه بجد لا فيه اختلاف رهيب بصراحة فيه اختلاف وفيه مجهود بصراحة أنا بشوفه مجهود مبزول في الشخصية النقطة التانية وهو مشهد البنك يعني ده برضو احنا كجمهور انا دلوقتي بتكلم كجمهور مش كحاجة تيكنيكا يعني موضوع انه فيه شوية او فيه ستايل الدراما الهندي ده ده اقولتلكوا دي مش حاجة تعيب دي حاجة كويسة جدا وحاجة بتشد الجمهور المصر والعربي دي من ناحية التيكنيكا البقى من ناحية كواحد شغال في المهنة ولكن انا بتكلم كواحد مشاهد ما اشترتهاش موضوع البنك مشترتوش خالص يعني حتة انه واحد ماسك مش عايف تلتاشم مليون جنيه وعكاية يسيبهم بعد كده الامن انا الامن ده جنن يا جدعان الامن يعني مش ممكن لو امن ملاهي هيبقى هيبقى اصغر من كده يعني فا دي برضو اللي يعني ما كانتش فيه منطقية خالص لكن بشكل عام في حاجات كتير ما فيهش منطقية ايش طب يا تب اخدوا بالكم جعفر العمدة في حاجات كتير برضو لها منطقية وده قلته السنة اللي فاتت ولكن جعفر العمدة مالوش حل ونعمل افوكاتو نجح جدا جدا بنانجح المسلسلات الخمستاشر حلقة خدوا بالكم فيه فرق بين افضل وانجح ممكن يكون هو افضل مسلسل يعني رمضاني مش درامي رمضاني ودي فرق كبير قوي مسلسل رمضاني يعني انت تبضل تتابع ومتشوق للا يحصل فيه مسلسلات تانية ممكن تكون افضل ولكن مش ماتش مع رمضان واللمة ومش عارف ايه لمة الناس على مسلسل ده حصل في نعمل افوكاتو من ناس اصحابي ومن عندي في البيت وطبعا انا ما بقولش لحد تتفرج ولا ما تتفرجش فيعني مش انا بحكم مش يبقى تقول لي احنا نتفرج عليه لا انا بقول له منتو بتتفرجوا علي فعشان نكون سرحة نعمل افوكاتو من اكتر المسلسلات مشاهدة بصراحة معمول بحبكة زي ما قلت لكم حبكة رمضانية حلوة نهاية المسلسل عجبتني بصراحة ومنطقية ما كانش فيها توستة مرعبة وده حلوة قوي التوستة هيكت حتة الحمل وجزء منها حلو جدا بصراحة مش هده احمد زهر في موت اروا جودة مرعب يعني رهيب يا جماعة رهيب رهيب يعني عجبني المسلسل نهايته طبعا في ديئتين اعلان لكباب جريف انا جوعت وانا بتفرج بصراحة لانها روحته قبل كده لانه شحل يا جماعة صنالة في السيدة رهيب يعني كباب عنده مش مهم صلة رحم المسلسل الافضل في كل شيء مسلسل الافضل في التمثيل في القصة في النهاية في كل حاجة من افضل الحاجات اللي فيها قصته والتمثيل والنهاية مسلسل رهيب مسلسل معمول بجد تحيات صنال عمل كلهم بصراحة اشغال شقة اشغال شقة انا كنت كاتب يعني وانا كده داخل عليكم ان كان نفسي مسلا يكون ايه لحد الحلقة الثلاثاشر لانه في ادوار كده يعني احنا ابتدينا بالعليق او انتصار وبعك اعمالين ننزل طبعا بستثناء انعام سالوسة طبعا رحمة احمد دورها كان كويس خدوا بالكو انا اللي هتكلم عليه دلوقتي مش هتكلم على الممثلات انا هتكلم على الادوار رحمة احمد دورها او هي مسلت كويس جدا ولكن الدور ما فيهوش كوميديا بتقوم الناس على بعض دور انجي واجدان سيء جدا مش بتكلم على انجي واجدان انا بتكلم على الدور دور سائع دور بارد دور ما فيهوش اي كوميديا ودور ما طلعش كوميديا جينا في الاخر ما يكساب انا لحد الحلقة الثلاثاشر انا كنت هخسف بالمسلسل الارض بعد كل العظمة اللي عملها لانه دخلنا في سكة كوميديا مستهلكة اوي وحتة فروق الطبقات والفرق بين الطبقة المتوسطة او الغنية والطبقة الفقيرة ويخش بقى يلاقي حد قعد في البني انا كنت بجري ودي اول مرة في مسلسل اشغال شقة اجري ولكن اللي حسن كل ده هي النهاية نهاية تحفى يا جماعة حتة تجمعاتهم كلهم تاني وخروج ما يكسابوا العيلة اللي معاها دي من البيت طبعا كان دخولها بشكل عبسي ما اشتريتوش بمليم يعني بصراحة برغم ان المسلسل ما كانش فيه غلطة غلطة لحد الحلقة التلاتاشر حتة تجمعهم تاني وانه بيحاولوا يطلعوهم والكلام ده كله حتة حملها في توقام تاني دي تبتحكي جزء تاني مستريح جزء تاني ليه حشان ما يجدو مصطفى غريب مع بعض ممكن يعملوا مسلسل لوحدهم من غير الجواز من غير العيال من غير الشغالات مع حتة انه هيبقى فيه شغالتين فالموضوع هيبقى براحة في حتة تانية خالص وده هيبقى تحدي لو اتعمل جزء تاني وعلى فكرة يقدر انه يعمل جزء تاني الحشاشين افضل مسلسل عمال يحلوه حشاشين كل حلقة بتبقى احلى من التانية مسلسل ما فيهوش غلطة والغلطات اللي فيه قليلة جدا مسلسل كمية ناس محنكة يا جماعة يعني كتير قوي بتطلع القطة الفتصانة فيه مسلسل مهم مسلسل ممتع حتى لو فيه لحظات كتير صمت لحظات كتير ممكن من السكريبت ممل شوية وده قلتلكم في عبد الرحيم كمال دايما اعماله فيها راغي شويتين تلاتة لكن الميزة في حاجتين هنا اول حاجة بتاع الحلقة الحلقة كام مدة الحلقة تلاتين ديئة تنية وتلاتين ديئة وده تحفى ما قالكش ساعة ما قالكش خمسين ديئة فده نوعا ما الملل قال تاني حاجة حتى لو فيه كلام ممكن يكون انت مش مستمتع بالقصة بين دا وده بس انت شايف صورة مبهرة فدي معواضة دي بصراحة ولكن اللي خلينا اقول AI شوفوا اي حاجة في مسلسل حشاشين بتتقلب الفرنساوي بالفرنساوي تحديدا اي حاجة في ناحية الفرنساويين هتلاقوا فيه لبسنج اول حاجة في حركة الشفايف غلط يعني معمولة بشكل تحسنية فيك شوية وده ممكن يعني استنتج من خبرتي في الAI انها تروسنج التروسنج ده الافريقي يكلم فرنساوي وخليت حمو بيك اتكلم ايطالي والشازل انجليزي فيديوهات يا جماعة عدت حوالي 30-40 مليون مشاهدة وعلى مواقع تانية وناس شالت اسمي بس انا الشخص اللي عامل ده فعشان كده بقول لكم انه بنسبة كبيرة ده معمول AI وانا شايفه انه غير موفق تماما دي حاجة تكنيكا القاوية شايفه انه غير موفق تماما كنت جيبه فرنساويين يا جماعة يعني بعد كل ال كمية الفلوس دي مش عارفين تجيبه فرنساويين اتمنى يكون غلط وممكن يكون فيه مشكلة في المكساج او ايان كانيان بس اللي انا شفته حاسس ان هو تروسنج والاسوأ في المدام معانا لسه مكملين بميت راجل جاري الوحوش وعتبات البهجة اعتبات البهجة مش عشان من مسلسل وحش بس عشان ايه متيحة الفخراني اعلى بكتير من مسلسل انا بشوفه عادي شوفكم فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة